السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكر لحج محمد ان يتجوز على مراته هو عنده زوجة وثلاث اولاد وهو فوق الخمسين فحبه يتبقى له زوجة تالية حقه؟ اه ماشي بس زوجته شافت حاجة تالى زوجته فكرت ان هو كده هيجوز عليها وهي لازم تنتقم منه مع ان هي اصلا عامل علاقة مع شاب عند 14 سنة فقالت للشاب ده وتعالى اخته ببنتي منها تبقى قريب مني ومنها نتخلص من الرجل دوت وانت تبقى معايا في البيت والدنيا ده احلام الولد ما عارضش الحقيقاش في الدنيا وكلها سهل وتمام واتفق معايا وجيه خطب البنت فعلا وتمت الخطبة ودخل البيت وبدأوا يتفقوا ازاي هيقتلوا الرجل دوت وتتخلصوا منه قالت لهو بينا في الساعة كذا في الحتة الفلانية في المزرعة وانت روح اليوم دوت وخلص عليه عد العدة وجاب شهومة وجاب قطر وراح لعب محمد في المزرعة في اليوم والساعة المحددين وانهال عليه وهو نايم بالشومة حشم رأسه وراح قطع قطبه بالقطر وخلص عليه جيري كان فيه كلاب اللي شافه الوضع وشامه الريحة جيري والا الولد دوت فيه الغطال بده يجري وهو وراه اللي شاف الجري دوت وشاف الكلاب بتجري وراه الشاب ده خطيبه خطيبته اللي هي بنت الرجل جاية لتروح لابوها ويبالوا اكل معاها لقت شاب بيجري وكلاب بتجري وراه والمنظر مريب البنت خافت على ابوها فجرت على ابوها في قطه ولقيته مدبوح ولقيت الحالة اللي هو فيها دي بلغت الشرطات والاقصر وبدأ سؤال الناس والجيران والزوجة بس اللحظوا ان الزوجة مهزوزة وحالتها غير طبعية طبعا هم لقلقوها فرصة وبدأوا يضغطوا عليها لما اعترفت ان هي لورا الوقعة وان هي ومحمد الولد اللي هو خطيب بنتها اللي ورا الجريمة وتم القبض عليهم وتقدم بلوم حاكمة بتهمة القتل العمد واخيرا صدر حكم محكمة جنيات الاقصر بالاعدام على الزوجة العشيقة وعشيقها اللي هو للأسف خطيب بنتها كريمة غريبة بتدل على ان ما فيه ثقة تدخلش بيتك اي حد لو بتفكر تجاوز على مراتك كانت تغير رأيك ما فيش امان ربنا يخلي كل واحد ولاده ويحفظ بقصرته ويكفينا شرشته سرين اشتركوا في القناة